شوف بقى عملية وسلوكية النمر اربعة عشان يفهم المسلمين كويس قوي ملناش تدخل ولما الدستور بتاعنا في مصر طلع ان ملناش تدخل والسلطة ملناش تدخل سلطة السياسية والتنظيمية في مصر ملناش تدخل في تعيين الاساقفة مش عارف ناكلهم من هنا دي مهمة مش بتاعتهم دي دي دينية دي مهمة البابا ومن ينوبه في هذا الموضوع الوثيقة بتقول ده تقول لا يغير اسقف من اسقفيته مش احنا مش احنا كساسة حتى لو كنا احنا القادة المسلمين ملناش دعوة ولا راهب من رهبانيته ولا سايح من سياحته ايه ده انتوا عارفيني انا ايه سايح من سياحته ده الكلام ده خطير جدا يعني اخواننا اللي كان وزمان وربنا يسطر يا رب بيستحلوا السياح وقول لك اصلا دول مش عارف ايه مش عارف ده النبي نص عليها لو ثبت هذا للنبوة ولا سايح من سياحته يعني حتى اللي رايح دير من الاديرة يزور الدير يزور كنيسة يزور ارضي شايفة مقدسة بالنسبة له هو حر شجرة صنم مع انا مالي ده عقدته ده ده دينه هو حر حتى ده ما نغيروش ولا نغير المعلم السياحي بتاعه عارفين بقى لو انا عندي كمسلم مزار في الاسلام يتخذه الناس للعبادة والتبرك لا من حق السلطة عندنا دنا تشيله للمسيحيين لا واليهودين لا مش من حقه لا لا اقدر انا كسلطة دينية لا سلطة عفوا سلطة سياسية سلطة تنظيمية لا اقدر ان انا اشيل مزار مسيحي ولا حتى مزار يهودي اهو ولا سايح من سياحته لو صحت نسبة هذه الوطيقة لرسول الله عليه السلام وارى انها متفكة كما قلت مع روح شريعتنا الحمد لله رب العالمين انما لو احنا كمسلمين عندنا شجرة ولا خلافه يتكرب اليها الناس من حق السلطة انها تاخد قرار بازحتها وده ما ينفيش دينة ولا حاجة بالعكس الدينة بيؤمر بدا بيؤمر ان ما نتخدش شيء مقدس سوى ما امر الله بتقديسه واني لطوف بضريح ولا اتكرب الى وفن ولا اتكرب الى شجرة ولا الكلام ده كل فمن حقنا كسلطة اني لما نلاقي المسلمين بيتكربوا الى شجرة وبيعملوها كدين لهم نشيلها لكن لو اخوانا المسيحيين ولا اليهود عندهم شجرة بيتكربوا الى ربهم بها هم حرين ما قدرش شيلها ودينة ما قدرش شيلها فاهمين ده ولا مش فاهمينه موضوع خطر جدا تخيل هذا مستمممممممممممممممممممممممممممممممم工 ب mains